التنسيق بيراعي أبعاد كثيرة جداً منها حتى الحجم المحتاجة الكلية والجامعة والمجتمع وسوق العمل يحاول 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 كويس؟ صحيح؟ المجلس الأعلى لما لا يستطيع إيه اللي يحصل لو السنة الجاية؟ تجارة طلبت من 28%؟ لا يا بيه سيد محمد كل سنة مجالس الجامعات بتجتمع وبتعلم من وجهة نظارها الأول إيه الإمكانيات بتاعتها أنها تقبل كم عدد من الطلاب سواء في الكليات النظرية أو الكليات العملية ويتجه رئيس الجامعة اللي كان بيرؤس مجلس الجامعة هذا لإنعقاد مجلس الأعلى للجامعات بعد إعلان نتيجة السنوية العامة وكل رأساء الجامعات قاعدين برئاسة وزير التعليم العالي أنا دلوقتي عامل حسابي إن عدد الناجحين في السنوية العامة عشان يحقق رغبتي أنا كرئيس جامعة في الكليات المختلفة بتاعتي إن بإجمالي مثلا عدد اللي أنا هقبل لهم في الجامعات مئة ألف طالب فوجينا مثلا بربعمائة ألف أودهم في يبقى قدام الوزير وقدام رؤساء الجامعات طيب أقول لسيادتك نعم دلوقتي سوء العمل محتاج مدرسين نعم كويس هخلي أداب أنا بس حاجة عاوز أفهمها يا مش عاوز أفهم ده كتير نعم هخلي كليات أداب وكليات تربية من ستين في المية السنة اللي جاية لشي محتاج دفعتين تلاتة أما التجارة عادي كتير جدا لا معلش عن التصحيح لحضرتك طيب كليات التربية منذ ما يقرب من خمسة وعشرين سنة ها أوقفت عملية التكليف أو وزارة التربية والتعليم أوقفت عملية التكليف لتعيين خريجيها كمدرسين وبالتالي لم تجرم مسابقة على مدى يمكن عشر سنوات مضت لتعيين مدرسين إلا المسابقة الأخيرة من حوالي أربع سنوات لتعيين تلاتين ألف مدرس على مستوى الجمهورية طيب وبالتالي أصبح دلوقتي خريجي كليات التربية عندما يلتحقوا كطلاب بها ويتخرجوا ليست أعينهم على أنهم هيتعيينوا في الحكومة لأنه لا يوجد تعيين دلوقتي المدرسين يتجهوا للأسف إما للمدارس الخاصة أو إعطاء دروس خصوصية مع أنهم ليسوا على قوة مدرسة حكومية أو خاصة طيب موضوع موضوع إذن هنا المخرجات بتاعة هذه الكليات مفيش عجز للأسف لا ده بالعكس في فائد كبير جدا مش عارفين نودي فيه طيب 125 ألف جنيه للطالب في جامعة زويل أو مدينة زويل تشوفوا رقم عادي رقم مبالغ فيه شوف أقول لحضرتك حاجة أنا هتعامل مع واقع اللي أنا عشته واللي حضرتك عشته في الجامعات الحكومية وهقولك على التكلفة في الجامعات الخاصة ثم ما يطلق عليها بالجامعات الأهلية اللي من ضمنها جامعة زويل وعشان أوضح بس كلمة يعني إيه جامعة أهلية وإيه يعني جامعة خاصة جامعة خاصة أنا أو حضرتك بننشي جامعة خاصة وإيه العائد منها في جيبي أنا بهدف الربح وأنا اللي أصرف نعم هو مشروع وأنا اللي أصرف وأنا اللي أخذ الفلوس لأنه ده مشروع أقرب إلى أن يكون استثماري كويس لكن الجامعة الأهلية ليست مملوكة لأحد لكن مملوكة لمجموعة من الأفراد كوينوا هذه الجامعة وبدأوا يتولوا إداراتها والفلوس اللي بتيجي لها بتنفق عليها مرة أخرى ولا تدخل جايب أي أحد من هذه المجموعة بالإضافة إلى المجتمع المدني بيبدأ زي ما شفنا في التقرير بيساهم في التكلفة بالنسبة له هذه الجامعة الأهلية لو أنا بصيت لتكلفة الطالب في كلية طب حكومية على الوراء دلوقتي قدامي في حدود 25 ألف جنيه في الجامعة الحكومية كل طالب في كلية طب يكلف الدولة في حدود 25 ألف جنيه ليه أنا بقول 25 ألف جنيه ومش أكتر من كده لأن ما يكون العدد كبير في مساحة محددة ومكان كليا معينة وخدت عدد كبير يبقى إذن التعليم لهذا العدد الكبير إذا دفع كل واحد منه حوالي 25 ألف يبقى ممكن يغطي التكلفة بتاعتي بالنسبة للتعليم طيب لكن داخل كليات الحكومية داخل كليات الطب الحكومية أوجدت برامج خاصة بالفلوس أعداد أقل وتجهيز أكتر وإمكانية دخول مستشفات أفضل طيب وصلت الرسوم فيها ده جماعات حكومية في طب القاهرة وطب عين شامس وصلت الرسوم الدراسية في هذه البرامج إلى ما يقرب من 80 ألف جنيه فيها طب أصل يعني أيوة تعال حضرتك بقى في المقابل الجامعة الخاصة ما وصلتش كلية الطب خاصة إلى هذا الرقم إلا كلية أخرى حديثة على أول طريق مصر إسكندرية اللي وصلت الرسوم بتاعة كلية الطب فيها يعني بتشوف رقم عادي أصبح رقما عاديا عاديا ليه لأن زي ما قال ضيف حضرتك اللي كنت حضرتك مرافق معا لي في الجولة أنا قدامي تكلفة موجودة طيب فلابد أن أغطيها وطيبية التعليم يجب أن تدفع وخاصة لما تكون في جامعة أهلية لو قلتنا أنهم رسومهم زيدة طيب الفلوس هتروح للفين طيب